اشتركوا في القناة لازم نربط بين الضعف الجنسي وبين الامراض يعني من ضمن الاسباب المشهورة للضعف الجنسي السكر لان السكر بيقدي الى مشاكل للضعف الجنسي بتلات ميكانيزمات مشهورة جدا يعني بيأثر على الاوعياد المويق باسكولوباثي وبيأثر على الاعصاب نيروباثي وبيأثر على الحالة النفسية المريض السكر نفسي وبيبع عنده اعتقاد انه ممكن يجي له ضعف الجنسي فسايكوجينك كمان اعصاب شرايين ونفسي الضغط الضغط يأثر على الضعف الجنسي وادوية الضغط مع ضعف بيؤثر وبيعمل ضعف الجنسي القرحة المعدة ادويتها بتعمل المشاكل القديمة الجديدة الاكتئاب بعض ادويته بتعمل ارتفاع البرولاكتين بيؤثر وبيعمل ضعف الجنسي المشاكل الغضة الدراقية من ضمنها الدي اس المرض المشهور جدا دلوقتي تصلوا بالمتناسة ده من اول اعراضه الضعف الجنسي الضعف الجنسي ممكن يحصل نتيجة حالة نفسية اعتقاد الانسان انه مزنب فيحصل له ضعف جنسي في حالات العلاقات الغير قانونية خارج نطاق الزواج او ما يسمى بغلبة احساس الامومة او حلبة احساس الابوة في بيؤدي الى مشاكل يعني يحس انه البنت دي اللي هو متجوزها قريبة بالشبه من بنته اللي توفت مثلا فيحصله ضعف الجنسي او شوفي اه اه غلبة الامومة انه الامم سيطرة عليه فخايف من امه زي ما تعمل في الفيلم نور الشريف بالشكل ده عمله كويس جدا عنده ميول دايما لكل حد شبه ممتو فحصل حالات نفسية لكن الحاجات العضوية حدثوا على حرك جلطات في امراض احداث جلطة في الجسم او عدها فرصة جلطة في الجسم حالة اسمها ليريش سندروب حالة ليريش جلطة بتيجي في شريان المتفرع او انقسام الشرايين فتؤدي الى ضعف جنسي هذا امر مهم جدا الضعف جنسي موضوع في المنتهى الاعمال النهاردة هنتكلم عنه بالتفصيل وانتكلم على شكل علاجي مهم فيه بالتفصيل فيه حلقة مهمة جدا مع ضيفي قال عزيز اسمه متميز واداء علمي متميز للغاية السيد دكتور رحمد عدل اهلا بك دكتور رحمد اهلا دكتور عامل عايز اتكلم على الضعف جنسي فيه الاساليب العلاجية وبرضه فيه تشخيص احنا دايما بنقول جملة وانا بقصير دايما يذكر الضعف الجنسي مرض له حل يمكن فيه ناس كتيرة جدا نتيجة زي ما تكلمنا في حلقات سابقة نتيجة انها جربت المنشط مرة واثنين وثلاثة بدون استشار الطبيب ومع الوقت ابتدى يفقد الفعالية بتاعته وبتفتكر ان دي نقطة النهاية وان كده خلاص الموضوع انتهى وبالتالي خلاص انا اسلم امري بقى كده وانا مفيش اي طريقة تاني لأ النقطة اللي دايما بنأكد عليها الضعف الجنسي مرض له حل واللي خلى لي حل تعدد وسائل علاجه ويمكن احنا عندنا التلات طرق رئيسية لعلاج الضعف الجنسي تبدأ بالعلاج الدوائي والغلطة الكبرى انه ساعات المريض بيفتكر ان العلاج الدوائي هو مجرد انه ياخد حباية عند اللزوم ودي اكبر غلطة ده مش العلاج الدوائي المقصود ابدا خطوة تانية ويمكن ده موضوع حلقتنا النهاردة هو الحقن الموضعي اللي بسميه العلاج القديم الجديد واخيرا التدخلات الجراحية اللي هي زرع الدعامات اللي خلته مرض له حل فعلا ده كله هيكون مبني زي ما حاجة زكارت على تشخيص وهي دي الخطوة الاهم في الشغلانة بتاعتنا مش اني اكتب روشيتة مش اني يقول له خد حقنا ومش اني يعمله عملية قبل ما ألجأ لأي حاجة من الحاجات دي انا مفروض ابقى انا والمريض متفقين ان احنا قدام وضعية معينة درجة من درجات الضعف اللي قد تستوجب علاج دوائي فقط او لا حقن موضعي او تدخلات جراحية فيبقى ان التشخيص هو الاهم النهاردة احنا خلي بالكم ان الحلقات يعني كل حلقة جزء معين يعني احنا نتكلم نهاردة الحقن الموضعي ما هو المقصود بالحقن الموضعي موضعي اين موقعه من خريطة العلاق السؤال ده في منتهى الاهمية الحقن الموضعي ببساطة هو ان انا بحقن مباشرة جوه العضو الذكري مواد منشطة بتساعد على تدفق الدم جوال احنا زي ما احنا عارفين اللي انتصاب دعوا عبارة عن وضعية ضخ دم فبالتالي الادوية دي لما بتحقن مباشرة بداخل القديم بتساعد على ضخ دم بشكل قوي ومباشر يساعد على اتمام العملية الجنسية الحقن الموضعي موقعه من علاجات الضعف الجنسي انا بسميه القديم والجديد ليه القديم وجديد قبل عصر ظهور المنشطات الجنسية اللي بقى اخر التسانات كانت هو ده العلاج الوحيد للضعف الجنسي الغير جراحي لان الجراحي طبعا زرق الدعمات فبالتالي كان هو العلاج الوحيد مع ظهور المنشطات تراجع دوره لانه طبعا بقى اسهل بكتير انك تاخد حبايا انك تاخد حقنة لكن لان احنا وزي ما ذكرنا قبل كده عايشين حاليا في عصر بنسميه era of the poor responders انه الناس فقدت التأثير بتاع المنشطات الجنسية معاها فرجعنا تاني لموضوع الحقن الموضعي وللأسف الشديد ويمكن ده ممكن نذكره بعد شوية انه اتظلم جملة شهيرة جدا بنسمحها من المرضى اول ما يذكر الحقن الموضعي بلاش يا دكتور لو سمحت انا سمعت انه بيعمل تلايف بلاش يا دكتور لو سمحت مش معقول هادي نفسي حق انا وشكشك روحي وكلام ده كله وده يمكن راجع ان الناس محدش وضح لها بشكل كبير تقنية تكنيك الحقن المواد دي تستخدم ازاي وازاي ملهاش اي اثار جانبية ولو فيه فاديق الحدود يبقى السؤال التقليدي التقنية والاستخدام تكنيك الحقن هو تكنيك بسيط جدا يمكن احنا معنا صور هنشوفها دلوقتي لتكنيك الحقن هو حقنة انسولين ويمكن مرضى السكر كلهم لانهم مرضى في الاغلب بيعانوا فترة من فترات من وجود ضعف جنزي زبا حاجزا كارت في مقدمة الحلقة عارفين انه حقنة انسولين دي حقنة بسيطة جدا سن مهاش كبير خالص الصور يمكن معنا ايه بتحقن مباشرة انا دايما بقول المريض مش محتاج انك تكون بتعرف تدي حقن مش محتاج انك تخش في وريد معين او شرياء معين او 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 ده في جسم القديم مباشرة حاجة بتتعلمها في دقيقة وفي منتهى السهولة وفي منتهى اليسر وما فيش منها اي خطورة فكتكنيك حقن مفيش فيدي مشكلة بياخد دقيقة ومنعلم المريض والامر بعد كده في منتهى السهولة يمكن في الاول بيكون مستغرب شوية الفكرة نفسها بتبقى غريبة شوية لكن بعد شوية الامور بتمشي عادي وبيبقى حاجة بيعملها بشكل دوري من غير اي مشاكل متى نالجأ له؟ السؤال ده برضو في غاية الهمية متى نالجأ له لو وصلنا لمرحلة زي ما اتفقنا من شوية ان التشخيص هو الاهم والتشخيص ممكن يورينا ان احنا وصلنا لمرحلة اللي استجابة على علاجات الدوائية بقى الضعيفة اول ما هنصل لهذه النقطة هنبقى قدام حل من اتنين يالجوء للحقن الموضعي وانا باعتبره الخطوة التانية اول لجوء للتدخل الجراحي ليه ممكن اسكيب او اوقع خطوة الحقن في بعض المرضى بيجوا يقولوا يا بص يا دكتور يعني هو جايب معي نتيجة وكويس جدا بس انا الفكرة مش مستساغة بالنسبة لي فده خلاص بقوله يبقى هنتجه ناحية الحقن الموضعي ناحية الزرع الدعمات لكن ام تلجأ للحقن بمجرد ما هصل لمرحلة او استنتاج نتيجة التشخيص اللي احنا عملناها المعتمد على وسائل كتير ذكرناها قبل كده انه العلاج الدوائي فقد فعاليته مع هذا المريض فيجب الانتقال للخطوة التالية اللي هي الحقن الموضع ايه الميكانيزب بتاع الحقن؟ كل مواد الحقن اللي حميكاني مع موضع الحديث اللي هم نشتغل بها دلوقتي هي كلها فازوداليترس كلها أدوية موسعات شرعين ويمكن فيه نقطة مهمة جدا انه هم نفس هذه المواد بتستخدم في الرعايات للمرضى اللي عندهم قصور في الشريان الرئوي قصور في عضلة القلب بتحقن لهم في الرعايات طبعا اي في يعني لكن هي نفس الفكر دول فازوداليترس بيوسعوا شرعين فبناخدها بتعديلات طبعا موديفيكيشنز وتركيبات وبنحقنها في القضيب لتوسيع الشرعين لزيارة ضخ الدم اللي حصوه على النصاب قوي طيب هل فيه موانع تخليني ما اخدش ما احطش الحق كأسلوب علاج اكتبوا المرضى اه طبعا الموانع دي فيه خاص بينها من المريض وهي خاص من ناحية طبية بالمريض ان هو مش حاب بالفكرة ولو ان كلهم لما بنقولهم طب جرب كده وشوف بيرجعوا يقولوا لا فعلا مفيش مشكلة وممكن نبدأ فيها لكن فيه حاجات تانية انه مثلا ان المريض ده يكون بيعانيه من تلايف فيه مرض حيك طبعا تعرفوا اسمه مرض بيروني مرض بيروني ده اشهر الناس اللي بتصاب بيه مرضى السكر والمرضى اللي عندهم نقص في مستوى هرمون الزكورة لو المريض ده عنده تلايف انا مش هقترح عليه الحقن مش لان الحقن بيعمل تلايف ولكن لانه هاب عنده استعداد لفابروتيك بروسس انه يحصل له تغيرات في نسيج القضيب فبالتالي بالعكس انه لازم اللي حقه بتدخل جراحي لو كان فقد الفعالية بتاعت الادوية المنشطة معاه عشان قبل ما يحصل أو قصر في حجم القضيب الحق على طول اعمله زرع دعامة اخد فيها المقاس الاصلي للقضيب فيه نقطة انا برضو كنت حابب بتكلم فيها ودي نقطة عشان كده قلنا من شوية انه تظلم فيه بعض الأطباء للأسف بيقولوا انه الحقن ده مش موجود يعني ده مش option مطروح للأسف انا بشوف انه دي مشكلة كبيرة احنا عندنا في الكلية بندرسه للطلبة ده treatment option ده لازم يتم اقتراحه على المريض انا ممكن كطبيب اكون بفضل نوعية معينة من التدخلات لكن ده مش معناه اني انكر اخرى انا ممكن اقول ان انا رأي ان ده افضل لكن ده ماينفعش اني اخليني انكر حاجة تانية فهو وسيلة معتمدة لغاية وقتنا هذا بندرسها للطلبة عندنا في الكلية وبالتالي هو ما فيش اي غبار عليه ما احنا تكلمنا في حلقة بكده على الدعانات بالزبط يعني احنا هزا جزء من العلاج مش كل الالاج خبركم لان احنا بنتكلم في فيتكلم في السلسلة فمتاخدش يقولك ايه ده عاجل ضعف الجنس بالنازي بتقول بس الحق لا ده option علاج ده واحد من اساليب الالاج المختلف فيه انواع اه طبعا فيه انواع لانه مش مادة واحدة ولا جرأة واحدة هجيب نتيجة مع كل المرضى بتختلف حسب سن المريض بتختلف حسب هل عنده كوموربيديتي عنده سكر عنده ضغط درجته في التصبيت الحاجات دي كانت ايه فبالتالي لا طبعا مواد كتيرة جرعات مختلفة تحدد بناء على التشخيص عشان كده اهم خطوة هي التشخيص انا اللي هعرب به درجة الضعف ايه فقدر اقول للمريض حضرتك هتستفيد من الموضوع ده من المادة دي بالجرعة دي او محتاجين نعمل يعني ممكن نبدأ بجرعة صغيرة ونزودها بعد كده تدريجيا كله هيكون بناء على درجة الضعف اللي موجودة فبالتالي اه طبعا فيه انواع كتيرة وبجرعات مختلفة اساعدني الحوار العالمي معك جدا نهارد حطيت نقاط واضحة جدا حطيت واضح جدا كالعادة ورسمنا خريطة مهمة جدا لجزء تاني مهم من علاجات الضعف الجنسي يبقى ان ده جزء من سلسلة العلاج بتاع الضعف الجنس لانه عايزين تجمعوا الاسلوب العجائية كل لازم تتفرجوا على السلسلة كلها لازم تتكلموا شوفوا الحلقات مجمعة عشان ما تقولش ان بس احنا تكلمنا نهارده على الحق الموضوعي ضيفي العزيز السوء الدكتور رحمد عدل مدرس امراض الزكورة والاوقب من كل الطب قصر عني جماعة القهاري والسنشاري اوقب الرجال اللي واضح في الجنس والزميل الجامعية الاوروبية للصحة الجنسية نورتيني في الناس الحالي شكرا كبتور بسألتيني بأزايا شكرا لكون دايما بعيدة عن كل الاوهام وخليكوا دايما معانا مع الناس الحالي الغدة النخمية اولا ما هي وظفتها ايه الاحوال الجراحية المتعلقة بها هي المايسترو بتاع الغدة بتاعة الجسم كله وهي تتحكم في جميع الغدة بتاعة الجسم بإفرازاتها من خلال العضو الناشط في المخ اللي هو الهايبوسالمس او ما تحت المهاد يعني الاشارات العصبية او الايقاع العصبي لكل الهرمونات بتاعة الجسم ينشأ ويتم ويستمر بالغدة النخمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة